ازمات اقتصادية عدة تعصف باللبنانيين تباعا يفاقمها الفساد السياسي المستشري في البلاد لعل احدث هذه الازمات ما اعلنت عنه السلطات اللبنانية بخصوص رفع اسعار المحروقات بنسبة 15% لتكون الزيادة الثانية خلال 48 ساعة والتي سبقتها زيادة تجاوزت نسبتها 30% زيادة اسعار المحروقات رفقتها رفع سعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها وذلك للمرة السادسة خلال عام وهو الامر الذي عزته وزارة الاقتصاد اللبنانية لارتفاع اسعار القمح عالميا وسعر صرف الدولار واسعار المحروقات وزيادة اجور العاملين فضلا عن توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر والخميرة حيث يدعم المصرف استيراد المواد الاساسية من خلال تأمين الدولار الى مستورديها وفق سعر الصرف الرسمي الا انه يعاني حاليا نقصا حادا في النقد الاجنبي المخصص الاستيراد نتيجة انخفاض احتياط العملات الاجنبية لديه ما دفعه الا التوقف عن دعم استيراد بعض السلع ومنها الادوية والمستلزمات الطبية وحتى حليب الاطفال نهيك عن هبوط قيمة الليرة اللبنانية الى مستويات غير مسبوقة مقابل سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وفي مقابل هذه الازمة الاقتصادية المالية الحادة التي يشهدها لبنان تشهد الساحة السياسية ازمة قد تجر البلاد الى فوضى شاملة في ظل هيمنة ميليشيا حزب الله اللبناني على مجريات الامور والاستقطابات التي تحكمها معايير طائفية وحزبية حيث لا تزال القوى السياسية تتصارع فيما بينها حول كيفية تشكيل الحكومة المقبلة التي لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى الان من تشكيلها اضافة الى فشل هذه القوى بالقيام باصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي يدور في فلكه المواطن اللبناني المتضرر الاول والاخير من هذا الوضع المتأزم اشتركوا في القناة